والشي نمسي على الوالد بالخير الله يكبر صالح الفضالة الوالد نائب سابق نعم لا تاريخي يعني النيابي وفي منصوب حكومي اليوم نعم كيد لا علاقاته سياسية نعم مواقفك هذي يعني خلق نقول كل ساعة طارح الثقب وزير وخير من الأسرة الحاكمة ما تأثر عليه أو هو ما يحاول نأثر عليك في مواقفك نشوف يعني أول نقطة اللي يجب أن نوضحها سواء كان الوزير من الأسرة الحاكمة أو غير الأسرة الحاكمة أنا أعتقد الدستور والتفسير الدستوري كان واضح أن الوزير هو لمنصبه وليس لأسماء أو بحكم أنه ابن العائلة ولكم كل تقدير واحترام هذه نقطة النقطة الثانية هذا السؤال طرح أكثر من مرة خلال الانتخابات وكان فيه أيضا تشكيك من البعض بحكم أن والده مسؤول عن جهاز حكومي فبالتبعية ممكن يوسف يعني التأثر بهذا بهذا الموضوع الشهادة لله يعني وممكن هو حين أول مرة يسمعني عمره ما طلب مني في أي موقف موقف سياسي في أي موقف حتى لما وصلت مرحلة استجواب رئيس مجلسي وزراء ما طلب مني وهذا بعض فسرها أنه والله قد يكون والدك زعلاني ممكن على رئيس الوزراء فهذا يخلاك تأثير تأثير بعد شذي فسرها تأثير سياسي لا 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 على حد على حد علمي بالعكس علاقته مع يعني ما علاقته مع الجميع ما تسبب لحراج سياسي لا ما العلاقة يا أخي علي إحنا طول ما يعني أنا منذ قرار خوضي الانتخابات وهو يعلم وأنا يعلم أن مجرد وصولي إلى هذا المكان لا يجب أن أقع تحت تأثير أي أن كان في النهاية هذه أمانة في النهاية أنا يعني أنا نجحت من آلاف البشر آلاف البشر هذه شنو ما هي مسؤولة عني ما هي مسؤولة بمحاسبتي في النهاية ما في رب العالمين فوقنا كلنا بحاسبنا على قسم قسمنا فلذلك يعني عمر ما طلب مني نتناقش 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 في قضايا نتناقش في قضايا نختلف في قضايا نختلف كثيرا في قضايا واختلاف أصلا من من الآن يعني أنا وأخواني اختلفنا كثير مع والدي في قضايا هو اتخذ قرارات فيها على سبيل بمثال موضوع الاختلاط في الجامعة موضوع التعليم المشترك اختلفنا أنا واخواني كنا فيه كفة وهو فيه كفة أخرى فنختلف ايه نختلف انتقعت ردها الحين هو ما سمع كلامكم فانتقعت لا 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 بالعكس لا بالعكس كل شيء إن شاء الله ما تفهم الشكل نزين